السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم نجلاء الحميدي من قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. النهاردة بازن الله هنعمل مع بعض الكوب كيكس اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنقول على المقدير والطريقة. وفي مفاجأة لحضراتكم. نبدأ بقى مع بعض الفيديو. جد يعني رهيب وكله شوكولت من جوه حاجة جميلة جدا جدا. نقول بقى المقدير مع بعض. كوب كيكس. وطبعا الكوب كيكس اهو. هندوق النهاردة مع بعض الكوب كيكس اه انا عارفة يعني دي مفاجأة بالنسبة لكم. انا تكون مفاجأة جميلة. ندوق مع بعض بقى الكوب كيكس اللي انا عملته النهاردة. انا عايزة اواري لحضراتكم اهو. بجد حاجة جميلة جدا جدا جدا. وطعمه رائع. والمقدير بتاعتنا عملته لكم بالجرام وبالكبات علشان محدش يزعل. معي 120 جرام من اللبن عاملين نص كوباية بنفس المج ده. ومعي كمان 40 جرام من الكاكاو بنص كوباية برضو. ومعي 200 جرام من السكر كوباية. وكمان معي هنا معلقة صغيرة بكنجسودة اللي هي بكربوناتو سوديوم وربع معلقة ملح. ومعي 200 جرام من الدقيق عاملين كوباية ونص من نفس المج ده. سكر نفس الكوباية دي بالزبط وبطين بدرجة حارطة الغرفة. ومعي 80 جرام من الزيت عاملين تلت كوباية بنفس المج ده. ومعلاقة خل وكمان 80 جرام من المية نفس المج نص المج كده. وفانيليا. بصوا بعنا هنزل بقى بالمكونات السايلة كلها. بالبطين. وكمان بمعلاقة الخل. وتمانين جرام من المية اللي هما نص كوباية. وتمانين جرام من الزيت تلت كوباية. ونص كوباية اللبن اللي هي 120. وكمان السكر. وانزلت بالكلام ده كله بدوبه كده زي محرطكم شايفين. بعد كده بقى هنزل بفانيليا. اي فانيليا حاركت حبيها. آآ وتأمام. بعد كده انا هنزل بقى بنوكونات الجفل بكربوناتو السوديوم بالملح على الكاكاو وهقلبهم كويس جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم انا قلت بالجرام وبكوبات بس الجرام بيزبط اكتر 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 من الكوبات. الجرام بيفرق والله في الوصفة. تمام? ببتدي كده هنزل. انا قلبت كل حاجة. ببتدي هنزل كده بالسايل بتاعي واحدة واحدة كده وبقلب كويس. آآ تمام? هبتدي بقى هنزل واقلب واحدة واحدة كده هنزل بالتدريج لحد لما الكمية بتاعتي كلها هتخلص. وهيبقى بنفس القوام اللي حضراتكم شايفينه ده بالزبط. بعد كده انا بقى هحطه تاني هنا في الكوب المعيرة علشان ايه لما اعمل ما يقعش مني. بصوا انا حتى لما افضيه يعني. انا حتى هنا ورقتين. ليه بقى? علشان هقول لكم بعد ما خرجوا من الفرن ليه? انا حتى ورقتين. بصوا ببتدي ان انا انزل بنص الكب. بنص الكب ما تقطروش انا قطرتها سنة. عملوها نص الكب بالزبط. تمام? اهو زي ما حارتكم شايفين كده انا زودت شوية عن الكب. لأ اه اعملوها نص كب. المقدار ده بيعمل معايا من اه من تلاتاشر الكب لحد كام ستاشر كب. لكن انا عملتهم اربعتاشر. اه زي ما قلت حارتكم لاني قطرت. لكن انتم اعملوا نص الكب بالزبط. انا بقى بعد كده هدخلوا كده الكمية بتاعتي كلها. هدخلوا فرن على درجة حرارة مية وتمانين. هياخد معايا من تمنتاشر لعشرين دقيقة. وطبعا الفرن متسخن قبل بعشر دقايق. تلاتنين اللي تحت دول حاطيت فوم وتشكلة شبسي من جوه. هنعمل بقى الفورستنج بتاعنا بتاع الكاب كيكس. انا معايا مية وعشرة جرام من الزبدة. عاملين كبالة ربع. ميتين وعشرين جرام من السكر البودرة. عاملين كباية وربع برضو. كباية وربع. ومعايا هنا معلقتين من الكريمة. كريمة خفق او كريم شنطاء اي كريمة موجودة عندك. بابتدي ان انا اضرب كل المكونات بتاعتي دي كلها لحد لما تعمل زي ما حضراتكم شايفين. واربعين جرام من الكاكاو عاملين تلت كباية. واخدت معاها من النوتيلة. وبابتدي ان انا اضربه هيسح معايا علشان دي زبدة مش هيسح قوي هيبقى قوامه مزبوط. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بقى هحطه كده في كيس حلواني علشان ابقى زين به الكاب كيكس او لما يخرج من الفرن الكاب كيك او لما خرج من الفرن اهو شايفين عامل ازاي. آآ بصه غني جدا جدا وطعمه حلو قوي. بصوا بقى ده اللي انا اصده. علشان لما اجي اقدم آآ الكاب كيك بتاعنا تكون الورقة اللي تحت بيضة وجميلة. مش زي اللي احنا شلناها دي. ودول الاتنين اللي انا حطيت فهموا تشوكولات شيبس من جواهم. هوريها لحضراتكم شايفين الشوكولاتة عاملة فيها اهيه. شوكولات شيبسي سايحة كده جواها. حاجة جميلة جدا جدا. وطعمها حلو قوي. آآ بعد كده بقى انا هنصيت اقولكم ان انا حطيت كمان عن الفروستنج ده آآ نقطة فانيليا. ببتدي بعد كده انا سيبته في التلاجة لحد لما الكاب كيك طلع من الفرن وسبته برد شوية وابتدي ان انا ازينه بالشكل ده او اي شكل حريك حباه. وممكن كمان تعمليه بكريم شانتيه براحتك مشارط الشوكولاتة. ده كده كده الكمية بتاعتنا بتبتدي ان انا زينها ده كده سكر الوان وكريسبي وفرماسيل الوان آآ ده كده كريسبي معايا. وهحط كمان كريسبي الوان وهحط على الاخرانية شوكولات شيبسة عايزة تزينيه مش عايزة براحتك ده بيجزب يعني انتباه الاطفال طبعا في لبن وفي بيت حاجة مفيدة مغزية. احنا ندوق مع بعض. تمام? انا الثوانية اهو. انا مرحبش لتشوكولات قوي. اهو بص اتكله معايا. تمام? اهو. زي ما انتو شايفين. اهو. زي ما حاجاتكم شايفين كده. طيب لما تدوق طيب. هندوق مع بعض الكاب كيكس. بصوا انا عايزة اقورها لكم. امم. استنى جيما ندين. وجمانة كمان. بجد لا بجد. بجد عايزين نقول لهم ايه? الحلقة او اللاب. كب كيكس تعموا عامل ازاي? روعة. اتمنى تكون باينة. روعة دفع. انا دقضي. حل? حل? اهه. نعمل تعمها. روعة. نتمنى بقى تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوناش في اللايك. والشير. والسبسكراير. وزيل التنمية. مع تحياتي. نجلق الحميد. باي باي.